الله أكبر لا يزال الجنوب الليبي في شرقه وغربه مسرحاً للأعمال العسكرية والميدانية التي ما فتئت تهدأ حتى تعود من جديد آخر هذه الأعمال ما شهدته الحدود الليبية التشادية من مواجهات بين كتيبة سبل السلام بالكفرة وما قالت إنهم مسلحين من المعارضة التشادية على خلفية اختطافها سائق شاحنات من المدينة الناطق باسم المجلس البلدي الكفرة عبدالله سليمان قال إن الاشتباكات جرت على مسافة 300 كم جنوب غربي الكفرة باتجاه الحدود الليبية التشادية مؤكداً في تصريح للأحرار وجود أسرى من المعارضة التشادية تم القبض عليهم بعد الاشتباكات ويأتي هذا التطور في وقت تزايدت فيه التأكيدات حول وجود جماعات أجنبية مسلحة متورطة في الصراع الليبي حيث أعلنت لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة في تقرير مسرب الشهر الماضي تورط مسلحين تابعين لحركتين المعارضة السودانية والتشادية في القتال بليبيا التقرير أكد على أن هذه الجماعات تمت الاستعانة بها من أطراف عدة سياسية وعسكرية وتتمركز أغلبها في عدة مواقع بالجنوب الليبي كما أنها تتلقى دعماً عسكرياً ومالياً بشكل مستمر وفق التقرير ووفق مراقبين فقد بات تدخل المسلحين الأجانب في الصراع على الأرض حقيقة لسيما في الجنوب الأمر الذي دفع بالعديد من الجهات الدولية والمحلية إلى المطالبة بخروج هذه القوات من ليبيا وتأمين الحدود الجنوبية التي تضرر سكانها بشكل مباشر من نشاط هذه الجماعات المسلحة داخل الأراضي الليبية